يحكى أنه كان يا مكان حكاياتنا أشكال والوان وحكايتنا النهاردة عن أرنب الغلبان طول عمرنا عارفين أن الأرنب هي خاف من التعلب الأرنب استخبى من التعلب بس يا ترى إيه اللي حصل بين الأرنب والتعلب في حكايتنا النهاردة أرنب صاح الصبح بدري نشيط عمال يتنطط ومزقطط عمال يغني ويقول أنا أرنب 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 بين كل الكائنات محبوب أجري ونط ونط وأجري معروف بنشاطي من صغري لا 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 أما التعلب تعلب فقاعد هناك تحت الشجرة النام يفضل يفكر يا ترى هاكل إيه النهاردة بطة ولا فرخة وإن قام الكل يجري يستخبى الفرخة تدخل عشتها والبطة تنطف ميتها الكل خايف لتعلوب بيه يتغدى وهو كل يوم على يد الحال بس في يوم من الأيام صحي تعلوب تعبان جدا وبطنه عمالة وجعه راح بسرعة لدكتور التعالب ولما دكتور التعالب كشف عليه قاله تعلوب انت تعبان جدا ومعدتك محتاجة انها ترتاح شوية علشان كده انت لازم تمشي على نظام غذائي وتلتزم به تعلوب قاله حاضر يا دكتور اللي انت تقول عليه أنا هعمله الدكتور قاله تمام اسمعني بقى الاسبوع فيه سبع أيام السبت ما تاكلش وتنام والحد تاكل حمام أما الاتنين ما تاكلش وتمشي والثلاث تاكل فرخة أما الاربع تنط ميت نطة والخميس تاكل بطة والجمعة تنام وتمشي وتنط وتلعب ولما تتعب تاكل أرنب تعلوب قال للدكتور حاضر يا دكتور أنا همشي على التعليمات مظبوط تعلوب ابتدى يمشي على تعليمات الدكتور طلع رشادتة وبص فيها النهاردة إيه؟ آه النهاردة الاتنين الدكتور قال الاتنين ما تاكلش وتمشي حاضر يا دكتور وابتدى تعلوب يتمشى وهو بيتمشى قابل مين؟ قابل أرنب أرنب أول ما شاف تعلوب اترعب يا خبر أروح فين؟ أجي منين؟ أستخبى فين؟ تعلوب دلوقتي يشوفني ويقلني أروح فين؟ ده بهرب إزاي؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ تعلوب ماشي فوشه ده حتى ما بصش ليا إيه اللي حصل؟ أرنب يروح كده ييجي كده تعلوب مش راضي يبصله خالص تعلوب بيتمشى تعلوب بيسمع كلام الدكتور أما أرنب فاستحلى اللعبة وبقى عمالي اتنطط قدام تعلوب يقول إيه ده؟ هو تعلوب بقى ماله كده بقى خيبة خالص كده ليه؟ شكله كده ما بقاش يعرف يمسكني شكله كده ما بقاش شيفني تعلوب ما بقاش يجري ورايا الله حلوة الحكاية جري أرنب على أصحابه الأراني قربوا قربوا اسمعوا اسمعوا أما أنا النهاردة قعدت أتنطط قدام تعلوب ولا قدر يمسكني ولا كأنه شيفني أصحابه قالوله اسمعي يا أرنب أنت ما تعرفش أن تعلوب ده مكار قوي ما تعرفش ممكن يعمل فيك إيه؟ قالهم تعلوب مين اللي مكار؟ ما خلاص بقى خيبة خالص لا بيجري ورايا ولا يعرف يمسكني وهتشوفوا بنفسكم وفعلا بعد يومين أرنب جمع كل الأرانب ورحوا عند الشجرة اللي عندها تعلوب تعلوب طلع رشدة الدكتور النهاردة إيه؟ بس كده الجمعة الدكتور قال أنام وامشي ونط وقلعب ولما تعب هاكل أرنب تعلوب برح نايم شوية وبعد كده لما قم بقى تمشى وتنطط والعب شوية وهو بيتنطط وبيتمشى وبيلعب مين اللي جاه؟ الأرنب فضل قدامه يتنطط تعلوب أنا هنا أنت مش شعرني؟ أدا أنت ما بقتش تحب الأرنب ولا إيه؟ أنت ما بتجريش ورايا ليه؟ ويقول لصحابه شفتوا شفتوا أنا عملت في تعلوب إيه؟ ما بقاش يقدر يلمسني تعلوب بينفز تعليمات الدكتور يتنطط ويلعب بس فجأة حسن وبدأ يتعب وافتكر كلام الدكتور لما تعب آه آكل أرنب وهب رح ماسك أرنوب من ديله أرنب قال هل هذا اللي حصلت اللي جرت كل الأرانب جريت واستخبت تعلوب ماسك أرنوب من ديله وراح واكله يا حرام كنت زكي وموهوب زمان أما دلوقتي فبقيت أرنوب المسكين الغلبان ودي أخرط الغرور يا أرنوب